خلال لقاء نظم بالرباط بحضور فاعلين في قطاع الإسكان والتعمير قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن وثيقة برنامج الأمم المتحدة للإسكان بالنسبة للمغرب والتي تم تقديمها خلال اللقاء تهدف إلى بلوارة مخطط عمل وفقاً لولاية هذه الوكالة الأممية وفق أولويات المملكة في مجال التنمية الحضارية الوزيرة أوضحت أيضاً أن هذه الوثيقة التي تمت بلوارتها في إطار تفعيل اتفاق المقر الموقع بين المغرب والأمم المتحدة بشأن إحداث المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان بالرباط تروم تعبئة الشركاء من أجل تفعيل السياسات العمومية والبرامج والأجندات والمخططات للنهوض بالتنمية المستدامة والعادلة والشاملة بوجود كل الشركاء المنخارطين في هذه العملية يظهر لنا مدى الطابع المتعدد للتخصصات والطابع المندمج لسياسات الإسكان والتعمير وهو ما سيمكننا من استدامة الأوراش التي بدأنا العمل عليها منذ مدة يتبقى لنا الآن عشرة سنوات حتى بلوغ تحقيق أهداف التنمية المستدامة المسطرة في البرنامج كان الاجتماع مناسبة لنا لنقاش المحاور ذات الأولوية وهو نقاش سيمكننا من أن نكون سباقين لفهم التداعيات المرتبطة بالأزمة الحالية خاصة في مجال الإسكان والبحث عن عناصر إجابة كافية بخصوص سكن لائق يستجيب لحاجيات كل الفئات السكانية وبتعاون مع الأمم المتحدة للإسكان سيتم في هذا السياق إرصاء نظام لحكامة البرنامج ونظام للتتبع يقوم على مقاربة للتدبير تتمحور حول النتائج حيث أن الأمم المتحدة للإسكان ستقوم بتعبئة الأموال والخبرة بفضل شراكات مع بعض المانحين وشركاء التنمية بالمغرب ويتزامن إرصاء البرنامج الذي يعد خارطة طريق للأمم المتحدة للإسكان بالمغرب برسم السنوات الثلاث المقبلة مع الافتتاح الفعلي لمكتبها بالرباط المرتقب قبل نهاية سنة 2020